اشتركوا في القناة درسين تاريخ وعندي تلت دروس جورافيا هنكمل البيئة الصحراوية وهنخش على درس من البيئة الساحلية اللي هو اول درس بس ده شهر اربعة بقى نشوف الدرس الاول بتاعنا بتكلم عن ايه? درس بتاعي زي ما قلنا من شوية ان هو سعد زغلول وصورة الف وتسعمية وتسعتاشر. سعد زغلول دوت لما جيه شهر في التاريخ المصري او احنا بندرسه لان سعد زغلول قام بصورة صورة عظيمة جدا اسمها صورة الف وتسعمية وتسعتاشر. سعد زغلول من الزعماء اللي جمب هيكمله الكفاح ضد الاستعمار البريطاني او دولة بريطانيا زي احمد عرابي وزي مصطفى كامل وزي محمد فريد. طيب قبل ما نخش في الدرس كده تعال نشوف مين هو سعد زغلول. سعد زغلول ده عمل محررا في صحيفة الوقائع المصرية. سعد زغلول محرر يعني صحفي في جريدة الوقائع المصرية ودي الجريدة اللي بناها او اسسها محمد علي. سعد زغلول انضم للصورة العربية. لكن ما كانش دي دور مؤثر فعشان كده ما ذكرناهوش في درس احمد عرابي. سعد زغلول اشتغل بالمحامة يعني محامي ثم عمل بالقضاء. اربعة سعد زغلول شارك في الدعوة لانشاء الجامعة المصرية ودي كانت دعوة بدأها مصطفى كامل. اللي اتنين الجايين دول لازم احفظهم بالترتيب. سنة الف وتسعمية وستة سعد زغلول عينة ناظرا للمعارف. كلمة ناظر يعني وزير المعارف اللي هي حاليا وزارة التربية والتعليم. ثم بعد ذلك سعد زغلول اختير وزيرة للحقانية كلمة الحقانية اللي هي وزارة العدل ده كان سنة الف وتسعمية وعشر. ثم بعد ذلك سعد زغلول انتخب عضوا من الجامعية التشريعية دي عضوة او جامعية خاصة بوضع القوانين سنة الف وتسعمية وتلاتاشر. نتبقى نشوف فترة تانية كده. فترة اسمها الحرب العالمية الاولى ومصر. على اقول لك قصة مش موجودة في الكتاب. سنة الف وتسعمية واربعتاشر قامت حرب بين مجموعة من الدول ضد مجموعة من الدول. عشان كده بنسميها الحرب العالمية الاولى. انا اللي همني في القصة دي كلها ان اول مجموعة كان من ضمنها دولة بريطانيا. والمجموعة التانية كان من ضمنها الدولة العثمانية اللي لحد الوقت الف وتسعمية واربعتاشر مصر كانت تابعة للدولة العثمانية. الحرب دي انتصر فيها دولة بريطانيا على الدولة العثمانية اللي هي بين مجموعة من الدول. بريطانيا اول ما انتصرت في الحرب اعلنت حمايتها على مصر يعني مصر بقت رسميا تحت سيطارة بريطانيا ومش كده كمان بعد الحرب العالمية بريطانيا انهت تبعية مصر للدولة العثمانية يعني خلاص رسميا مصر ما بقتش دولة عثمانية في وقت الحرب مصر كانت فيها سوق احوال اقتصادية بطريقة كبيرة جدا 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 تعال اقول لك بريطانيا عملت ايه في المصريين علشان يؤدي لسوق الاحوال الاقتصادية اول حاجة بريطانيا عملت ان هي جندت عدد كبير جدا من المصريين يعني بالعافية اخلت المصريين وسيبتهم اشغالهم علشان يبقوا جنود في الجيش البريطاني بالعافية رقم اتنين بريطانيا وضعت كل المواني والمطارات وخطوط السكك الحديدية تحت سيطارة بريطانيا او ما بتشتغلش بالبلد كده غير صارح بريطانيا في الحرب طبعا كل ده كان بيدخل لمصر فلوس لما بريطانيا اخدتها الفلوس دي كلها وقفت عن مصر هنا المصريين ابتدوا يشعروا بضياح حقهم ابتدوا يفوقوا كده ويقولوا هي بريطانيا بتعمل معانا ايه على بقى نشوف اسباب الصورة الف وتسعمية وتسعتاشة الاسباب اللي خلت المصريين هيعملوا صورة تسعتاشة اول حاجة زي ما انا قلت من شوية المصريين شعروا بضياح حقهم ده ادى الى زيادة الوعي القومي والدعوة الى التحرر من بريطانيا يعني هنا المصريين تدوا يفكروا وقالوا احنا لازم بريطانيا تسيب مصر ومش كده كمان الاجراءات العنيفة اللي بريطانيا عملتها في مصر اثناء الحرب اللي انا قلت عليها من شوية تجنيد عدد كبير من الجنود المصريين وضعت كل المواني والمطارات والسكاك الحديدية في خدمة بريطانيا التالتة بقوا دي اهم حاجة فيهم كان فيه رئيس امريكي وقتها او رئيس امريكا وقتها اسمه الرئيس ويلسون الرئيس ويلسون ده طالعوا قدام العالم كله وقال لك من حق كل دولة تقرير مصرها يعني ايه الكلام ده يعني من حق اي دولة فيها احتلال ان هي تقرر هل عايزة تنهي الاحتلال او تكمل فيه طبعا المصريين ما صدقوا ومسكوا في الكلمة وقال لك ده سبب مهم جدا من اسباب ثورة تسعتاشر تعال اقول لك هيحصل ايه هيؤدي الى قيام الثورة بعد ما الحرب انتهت والرئيس الامريكي قال الكلام ده كله مجموعة من المصريين احنا بنسميهم وفد مصري راحوا هيقابلوا المعتمد السامي البريطاني اللي هو المعتمد البريطاني اللي هو الحاكم في مصر الموضع ده او الوفد ده بيتكون من سعد زغلول علي شعراوي وعبد العزيز فهم الوفد ده راح يقابل المعتمد البريطاني او سلطات الاحتلال ليه تعال اقول لك سعد زغلول هنا كان عايز يسافر هو والوفد المصري لمؤتمر اسمه مؤتمر الصلح في بريس طب ايه مؤتمر الصلح ده مؤتمر الصلح ده مؤتمر عقدته الدول المنتصرة في الحرب كانت بتنظر في اوضاع الدول السياسية يعني لو دولة عندها مشكلة دولة عايزة تستقل تروح تقدم مطالبها في مؤتمر الصلح اللي عقدة في مدينة بريس في دولة فرنسا طيب تعال نشوف ايه المطالب اللي سعد زغلول عايز يروح يعرضها هو الوفد المصري في مؤتمر الصلح تلات مطالب الغاء 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 سعد زغلول كان عايز ايه اول غاء اول حاجة الغاء الحماية البريطانية على بصر يعني بريطانيا تسيب مصر وتمشي اتنين الغاء الاحكام العرفية احكام العرفية يعني احكام بدون محاكمة طب تلاتة الغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات يعني يا بريطانيا سيبينا نكتب اللي احنا عايزينه ونتبع اللي احنا عايزين تعال نشوف هل سلطات الاحتلال هتوافق او هتعمل ايه مع سعد زغلول بريطانيا قررت ان هي ما تسمحش لسعد زغلول وزملائه بالسفر الى مؤتمر الصلح في بريس في دولة فرنسا سعد زغلول هنا مش حقيقس بعد الرفض مش حقيقس ولا هو ولا اعضاء الوفد سعد زغلول هنا قالك افضل حاجة اننا اقوم بتعبئة الرأي العام تعبئة يعني خلي الرأي العام في ظهر يعني بالبلد سخن الرأي العام على بريطانيا سعد زغلول قالك انا هعمل تعبئة للرأي العام ضد الاحتلال البريطاني سعد زغلول كان عايز يضغط على بريطانيا علشان تخليه يسافر الى مؤتمر زي ما بيقولوا كده المؤتمر ده امل بالنسبة للمصريين وبالنسبة لسعد زغلول لكن بريطانيا ما سكتتش لما لقيت ان سعد زغلول ابتدى يعمل تعبئة في الرأي العام هنا بريطانيا قررت القاء القبض على سعد زغلول مش لوحده وأعضاء الوفد المصري وتم نفيهم إلى جزيرة تسمى جزيرة ملطة بعد سعد زغلول ما تنفى لجزيرة ملطة واخد بالك ده النفي للمرة الأول النفي ده هنا المصريين مش هيسكتوا هيقولوا إيه ده القائد بتاعنا اللي عمل كل ده عشان نفوه برا مصر هتكون النفي ده هي الشرارة الأولى يعني بداية تحرك المصريين لقيام صورة 1919 هنا تاني الحتة دي الصورة ابتدت بنفي سعد زغلول لجزيرة ملطة طيب احنا كده خلصنا إن شاء الله هنكمل بقية الدرس الأسبوع الجاي إن شاء الله ياريت ما تنساش الامتحان الإلكتروني بقية الدرس